يعني أردفتهم إلى متى الضل المهزلة التي نشوفها الآن في لوس أنجلوس هاك شوف قاطعين الشارع شوف خمس سيارات طابقة بنص الشارع والله شنو جاي صوروون مدى منا مقطوع ومنا مقطوع وهذه العادة أرزاقها وشغولها وعملها كلها ما تقدر توصل شوف بها شون واكفين بينتظروهم يخلصون تصوير حتى شنو والله عود ذيرجعون شم سيارة نوب صارن سبعة مدرج قيد يعني إلى متى الضل هاي الوضعية بلوس أنجلوس إلى متى يعني يعني بومبو وين بومبو ترام يعني الله أكبر والله حرام والله حرام اللي دي نشوفها يشتغل لا فلبينو رسترانت يشتغل لا كافي لا ستاربا يعني والله حرام كافي عمّل عالم كتالها تجوع أنتو قاطعين الشارع وقاعدين من الصبح وتصورون ما تقولون هاي العالم خطئية تروح دوامها تروح شغلها شوف 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 بها الخطئية شون هاي دي نتظرون لأنو بها بمكتوع منا ومنا وقاعدين عالم قاعدين تنتظر لا إله إلا الله عاجل عاجل الآن عاجل الآن سماء صفارات سيارات الشرطة تقترب من المكان ثم ما زالت عصابات الجوكر الجوكر الفنزويلي تقطع الشوارع وتمنع الناس ومارسة حياتهم الطبيعية وصلتني رسالة من أحد الأصدقاء والمقربين جداً رسالة خاصة وعاجلة تقول أنه قد يكونون دين تجون هنا حالياً أحد الأفلام الإباحية والعياذ بالله وحقيقةً هذا أمر مثير للدهشة يا ولد صار بيها درونات يا ولد يا ولد صار بيها درونات الله الله لا إله إلا الله شراح يصير اليوم درون قاعد يفتر فوق المكان يا ولد نزلني المسيارات يا ولد الله يستر نزلني المسيارات يا ولد عاجل طيران أمريكي كثيف فوق الأجواء الأمريكية طيران أمريكي كثيف فوق الأجواء الأمريكية تتزامن مع الأحداث الموجودة على الأرض طيران أمريكي كثيف جدا جدا كثيف السيارات صاروا بشكل رتل الآن صاروا بشكل رتل وطبقوا قدام الشارع ويبدوا أنهم يخططون لشيء ما يبدوا أنهم يخططون لشيء سماع عاجل أقل سماع أصوات مروحيات عنقودية الآن تجوبوا في المكان مروحيات عمودية ولا عنقودية عفوان 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 عمودية ولا عنقودية تجوبوا المكان الآن تحوموا فوق الأجواء سيارات الأطفاء وصلت هاهي سيارات الأطفاء يبدو راحت طبعاً يتوقعون أنه راح يلفلفون الموضوع ويعبرون بدون ما أحد يصورهم بدون ما أحد يعرف شو صار هنا بس إحنا صورناهم وبالأدلة وبالبراهين وراح نطلع على الإعلام ونكشف أمام الرأي العام وخلي العالم تعرف اللي صار هنا مع الأسف انتهى كل شي وفتحوا الشارع والآن يبدو أنه يتوجهون إلى الشارع بشكل طبيعي ولكننا سنكون دائماً صوت الناس لمعرفة الحقائق وما يجري أمام الرأي العام شكراً جزيلاً أعزائنا المشاهدين على متابعتكم لهذه التغطية الخاصة والعاجلة للأحداث التي جرت في لوس أنجلوس نلتقيكم إن شاء الله في تغطيات أخرى وكشفاً للحقائق نرجع للشغل